في هذا الشريط سنتعرف العدد من تقنيات الاختيار دائماً باستعمال للاترخ دو موتيفاسيون دينا لمشيتوا مباشرة لهذا الشريط فالاترخ دو موتيفاسيون ستلقاها في ملف الموارد شابتر 2 نبدو باختيار كلمات ماراكاش واللي بغينا مثلاً نبدلو خصائص الكلمة ديالها أو بغينا فقط نمسحوها تقنية الأولى كنضغط في أول الكلمة وكنسحب لصغير آخر الكلمة نضغط في أي مكان لإلغاء هذا الاختيار تقنية الثانية بمجرد الضغط على ماراكاش مرتين كنتمكنه من اختيار الكلمة ككل والتقنية الثالثة كنختار كلمة ماراكاش الآن لكن بواسطة لوحة المفاتيح كنضغط هنا جنب الكلمة ومن بعد كنضغط على الزر shift في لوحة المفاتيح ديالنا وكنضغط على الزر اللي عليه إشارة سهم في تجاه اليمين كل مرة كنضغط فيه على هذا السهم غيقوم باختيار حرف وبما أننا دائما ضغطينا للمفتاح shift فكنقوم باختيار الكلمة ككل الآن من أجل اختيار سطر بالكامل فكما شفنا بنسبة لاختيار كلمة ممكن نضغط في أول السطر وكنسحب لصغي النهاية السطر أيضا يمكننا كذلك القيام بهذه العملية بتوجيه لصغي اليسار باتجاه الهامش بحيث إشارة لصغي كتصبح لشكل سهم إذن كنضغط الآن ومباشرة كيتم اختيار السطر ديالي إذن كنضغط في أي مكان لإلغاء الاختيار اللي قمت به والآن سنتعرف على طريقة اختيار فقرات إذن كنوجه لصغي ديالنا للفقرة المختارة ومباشرة بضغط ثلاث مرات متتالية كيتم اختيار الفقرة كاملة في حالة بغيت نقوم باختيار فقرة أو مجموعة ديالفقرات إذن دائما كنوجه لصغي الهامش للفقرة وكنقوم باختيار السطر الأول وكنقوم بسحب لصغي الأسفل الشيء اللي كيساعدني في اختيار العدد اللي كيينسبني من الأسطر الآن لابغينا نختار النص بالكامل فأسرع وسيلة هي بالضغط في لوحة المفاتيح على كوندخول A كنستعملوا الحرف A بمعنى all بالإنجليزية أو كلمة كل بالعربية أي كلمة أو فقرة تم اختيارها لدينا إمكانية الدخول السريع لمجموعة من الخسائس واللي كتساعدنا في تحكم في شكل الكلمة أو الفقرة المختارة واللي أكيد غن تعرفوا عليهم كذلك في شريط قادم إذن كانت هدي بعض التقنيات والطرق لاختيار كلمة أو فقرة واللي من المهم انضبتوها لأن في عدد من تداريب القادمة غنقوموا باختيار كلمات أو فقرات معينة ترجمة نانسي قنقر